السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي يومنا نموذج أول للفرض الثاني في مدة نشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي هذا الفرض هو صالح للكتب الثلاث التي ننجزها في القناة سواء تعلق الأمر بالمنهل أو المنير أو الواضح في النشاط العلمي دل لدينا ثلاث تمرين إذن بالنسبة للتمرين الأول يتحدث عن التربة بطبيعة الحال إذن الدروس تقريبا كلها تدور حول التربة المواضيع الناشفنا تعرفنا على مكونات التربة وبعد ذلك كذلك كيف الكائنات الحية التي توجد في التربة وكيف تحلل الفرش الحرجي وكيف تساهم في تخصيب التربة وشن أنواع التربة التربة المختلطة والرملية والطينية وقلنا بأن التربة المختلطة هي الأفضل للزراعة ثم بعد ذلك تعرفنا على يعني كيف يعني العوامل البشرية والعوامل الطبيعية التي تؤدي إلى نجرة بالتربة وحتيها ثم بعد ذلك يعني كيف نحافظ على التربة من التدور ثم تحدثنا كذلك عن الزراعة المستدامة التي هدفها هو الحفاظ على التربة إذن نبدأ بالتمرين الأول نضع عينتان من التربة في كأس ثم نحرك ثم نتركها تتوضع كما هو مبين في الجريبة إذن نأخذ واحد العينة من التربة ثم نصبها في ماء صافي ثم نحرك ثم بعد ذلك نتركه الخليط يتوضع حتى نحصل على هذه الترسوبة إذن السؤال أضع كل اسمين في مكانه المناسب إذن هنا بالنسبة لأن كان لدينا الطين الرمل الحاصى من مواد العضوية الماء إذن بالنسبة للطين الحاصى هو أتقل وبالتالي هو الذي سيكون في الطبقة السؤولى ثم بعد ذلك لدينا الرمل لأن الرمل أتقل من الطين ثم الطين ثم الماء والمواد العضوية تطفو فوق الماء إذن هنا مواد عضوية إذن من هذا الجريبة يحدث نتبينا هنا المكونات هذه المكونات هذه المكونات المطبع المعدنية والعضوية إذن المعدنية هي مواد عضوية بالإضافة إلى الكائنات الحية إذن ننتقل إلى السؤال الثاني أضع الكلمات التالية في الجدول إذن لاحظوا هنا مكونات التربة كم مواد المعدينية وكم مواد العضوية وكم كائنات الحية والكائنات الحية كنا نصنفها لتلاتة ديالكائنات كائنات حيوانات ترب العين مجرد صغيرة وهناك حيوانات دقيقة لا ترب العين مجرد أدوات مكبيرة ومجهر يدوي زوجي ثم كائنات مجهرية لا ترى إلا بالميكروسكوب كذلك مكبير زوجي هذه اللي نحتاج فيها المكبير زوجي هنا ربما غير ذلك المكبيرة اليدوية كيف يمكن نشوفها إذن هنا قد نصنفها المكونات التي أعطاوناها تلاتة ديال التربة قد نصنفها في الجدول إذن لدينا فتاة الصخور فتاة الصخور هو من المكونات المعدينية لأن أصل التربة هو الصخور التي تفتتت هذا هو أصل التربة إذن لدينا جوتات الحيوانات جوتات الحيوانات تعتبر مواد عضوية تلك الجوتات هي اللي تشكلين ما يسمى بالفرش الحرجي وديدان الأرض عندما تكون التربة فق سطحي تلك الجوتات تخرج من التربة وتحاول أن تدخلها إلى التربة وتغمرها في التربة وهذا يعطي للتربة وهذه الخصوبة كما رأينا ذلك خلال التعلمات إذن جوتت الحيوانات الرمل الدقيق إذن الرمل هو الرمل الدقيق هو من المكونات المعدينية للتربة القراضيات إذن القراضيات هي حيوانات كائنات حية هي كائنات حية دقيقة هي كائنات حية دقيقة ديدان الأرض حيوانات ترى بالعين المجرادة ديدان الأرض عديدة الأرجل كذلك يمكن رؤيتها بالعين المجردة ثم عندنا الفطريات إذن الفطريات هي لا ترى بالعين المجردة وهي دقيقة جدا مجهرية نقول على أنها مكونات مجهرية البكتيريا كذلك فهي مجهرية لا ترى هي مكونات الطربة وهي اللي تحلل لنا الأوراق إذن وليس بقد ذكرته عندما تحدثنا على الفرش الحرجي الذي لا يتزايد لماذا لا يتزايد؟ لأن هذه البكتيريا والفطريات تحلل أوراق النباتات وتحولها إلى كائنات إلى مواد عضوية ويتم غمرها وتحولها إلى التربة إذن ثم لدينا النملة النملة هي من الحيوانات الصغيرة كذلك النملة تحب أن تدخل إلى التربة لماذا الحيوانات تدخل إلى التربة؟ لأنها لا تحب الحرارة والأشياء دودة خيطية دودة خيطية هي من الكائنات الدقيقة هي عبارة عن دودة ولكن خيطية على شكل خيط لا ترى بالعين مجرد دخسنا مكبري لابعين نشوفها الدوبال الدوبال يعتبر من المواد العضوية إذن هذا بالنسبة لهذه الجدول هذه مكونات التربة خلال هذا التمرين تمرين على خمسة ديال النقاط كي يبين المكونات ديال التربة كما سبق أن تطرقنا إذن ننتقل إلى التمرين الثاني وجيبه بصحيح أو خطأ تتكون التربة من المواد المعدنية فقط هل هذه الجملة صحيحة؟ بطبيعة الحال خطأ لأننا عيش فيها مواد عضوية وكائنات حياة إذن التربة هي وسط تربة يعني كي يبدأ بالنسبة لكي تبليه يعني كي تبلي رملا وحصة وهي التربة هي وسط العيش يعني هو بحل تقول بحل البحر عو تاني البحر فيه كائنات حياة فيها ديال فيها يعني حيوانات فيها سمك فيها غني إذن وسط العيش فيها الماء فيها الهواء إذن كذلك التربة فيها الماء فيها الهواء إذن هنا يا فهذه الجملة خطأ هذه الجملة خطأ تمثل التربة دعامة تنمو عليها النباتات وتعيش فيها الحيوانات نعم إذن الحيوانات تكون يعني تعيش داخل التربة والنباتات تنمو على سطحها إذن هذه الجملة فهي صحيحة جميع حيوانات التربة ترى بالعين المجردة إذن هذه الجملة خاطئة لأن عجفنا كائنات دقيقة لا ترى بالعين مجردة وكائنات مجرية إذن هذه الجملة فهي خطئ السؤال الموالي الزراع المستدامة تساهم في الحفاظ على التربة والتنوع البيولوجي نعم إذن هذه الجملة صحيحة لأن الزراع المستدامة يعني هي ديالديما إذا أبغى الفلاحي زراع ديما هذا هو المقصود بالزراع المستدامة يعني باش يكون محصول زراعي جيد دائما لابد من الحفاظ على التربة والتنوع البيولوجي إذا أردنا الزراع المستدامة إذا أردنا الزراع المستدامة نستعملوا من الاستعمال للانجري الذي نقول له الانجري وهو عبارة عن مواد كيموية بطبيعة الحال لا خطأ إذا أردنا أن نحافظ على التربة ومن الأفضل أن نستعملوا الدبال العضوية المواد العضوية أفضل لتخصيب التربة وكذلك المواد العضوية المواد العضوية لذلك المواد العضوية يعني الدبال هو نتيجة عن التفتيت المواد العضوية نعم إذا صفري الأصل من الدبال هو واحد المادة الرمادية سوداء يعني الأصل من الدبال لذلك المواد العضوية لأنه يمكن أن تفتيت هذه المواد العضوية لفرش الحرجية أو أوراق جميع النباتات يتم تفتيتها ببسطة الكائنات الحية التي توجد في التربة وهذا يعطينا من طبيعة الحال وحدة تربة خصبة ويكون محصول الزراعي ومرضو جيدا إذا سأذهب إلى الأنم أدخل بعض الطرق لحماية الطربة من الجراخ إذا لحماية الطربة من الجراخ المبدأ الأساسي هو تتبيط الطربة يعني كيف نحافظ الطربة تكون متماسكة إذا هنا كيف نحافظ الطربة وتكون متماسكة إذا كان لدينا عدة طرق إذا كان لدينا مثلا تشجيع تشجيع التشجير يعني يؤمن لأن تشجيع التشجير قد نكتره التشجير نحن نعرف الجذور تتبط الطربة وبالتالي تبقى الطربة متباتة بينما تكون واحدة تشجير ما يقع لها ما يسمى التصحر تتفقدك التماسك وفيالتالي لأن تشجير تضطروا التشجير الجذور تنغرز في التربة وبالتالي هذا يجعل بطبيعة الحال التربة تابتة نحن النجيراف صعب نقضي عليه ولكن نحده هنا لحماية نحده من النجيراف من بين الطرق أيضا محاربة الراي الجائر محاربة الراي الجائر لأن الراي الجائر يؤدي إلى القضاء على الغيطاء النباتي ونحن نعرف هذا بالغيطاء النباتي وأهميته يجب أن نحافظه على الغيطاء النباتي الغيطاء النباتي هو الذي يتبط التربة كذلك كذلك من الطرق إقامة حواجز لمقاومة زحف الرمال لأن هذا بالنسبة للرمال يجب أن يضيع التربة والرياح إذن زحف الرمال لكي نوقف زحف الرمال نضع الحواجز كذلك إنشاء مصدات للرياح إذن إحنا أعطينا نماذج بالنسبة للنجرة بالمياه لأن العوامل المتعددة كين الرياح وكين المياه كين التربة التي تنجرة بالمياه وكين التربة التي تنجرة بالرياح وكين الذي يدخل فيها الإنسان أو الإنسان بطبيعة الحال له دور كبير في هذا إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الفرض هذا نموذج أول ومعيدنا مع نماذج أخرى ولكن لماذا كنكتروا من نماذج الفرض؟ إذن لكي نحاولوا نتطرقوا للدروس لأن هذا الفرض هذا لا بده واحد جزئيات في الدروس ما تطرقنا لهاش مثلا من بين الطرق شنو هي يعني العوامل البشرية والعوامل مثلا العوامل البشرية والعوامل الطبيعية التي تؤدي إلى تدهور التربة مثلا ما تطرقناش للتربة الرملية والطينية والقارنبينتهم لذلك هذا التمارين سنرى في حصص أخرى ونماذج أخرى ولهذا هذا فرض واحد لا يمكنك أن تحاول تغطي الدروس كامل هذا هو عشان كثير من الفرض ومن الدروس ومن نماذج إذن موعدونا هذا الفرض بالنسبة اللي بغير نجزوغ تلقوا فلكومينوطي بطبيعة الحالة يمكنك تشوف فلكومينوطي أنا دائما كاللوح الفرض وكاللوح معه الصورة نتاعه اللي بغير نجزوغ بالما يشوف ولا ومن بعد يشوف تصحيح إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة موعدونا مع حصة قادمة بحول الله شكرا